اعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليوم عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل مصر لمواطن مصري عائد من صربيا عبر فرنسا وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المصاب يبلغ من العمر 44 عاما وفور عودته إلى مصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة فتوجه إلى المستشفى حيث أجريت له التحاليل المعملية وجاءت إيجابية ونقل إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسجلت في مصر من قبل حالتان لأجنبيين تعافى أحدهما وسمح له بمغادرة الحجر الصحي